كتابي لدراسة نحو اللغة اليابانية ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل وفاكرتنا الأولى هنتكلم فيها عن اللغة والثقافة اليابانية وهي واحدة من أجمل الثقافات في العالم واللي أصبح لها أهمية كبيرة جدا دفتنا النهاردة عاشت فترة من حياتها في اليابان وقررت أنها تنشر الثقافة واللغة في مصر من بين الأجيال الصعيدة من خلال محتوى لطيف جدا على السوشال ميديا وكمان كتابين شاركت بيهم في معرض الكتاب خلونا نرحب الأستاذة إيمان رفعت معلمة اللغة اليابانية صباح الواردة على حضرتك صباح الواردة على حضرتك سعداء بوجودك معنا النهاردة أنا أسعد جدا شكرا وكنا عايزين حضرتك طبعا تكلمين عن حضرتك لك الكتابين السنادي في معرض الكتاب وهو باللغة العربية لتعليم اللغة اليابانية عايزين حضرتك تكلمين عنهم شوية تمام هو الكتاب الأول هو ده الكتاب القصدر الأول 17-23 سنتي هو معنا في معرض الكتاب هو بيتكلم عن الياباني بالعربي لأول مرة هو دايما كان يعني كل الطلاب بيحسوا أن فيه مشكلة أن فيه عائق اللغة الإنجليزية لازم يكونوا بيجيدوها عشان يقدروا يتكلموا ياباني بسلاسة طبعا ده مش بس كمصريين كعرب وجود لغة وسيطة بثقافة وسيطة ما بيبقاش أسهل حاجة عشان نقدر نتعلم الياباني إلى جنب مع مرور الوقت بتحسي أنك غيرانة أو يعني نفسك أن اللغة دي تتنقل بلغتك أنت بثقافتك أنت يعني ده دورنا طالما تعلمناها وفهمناها فليما ننقلهاش بالطريقة بتاعتنا ما يبقاش فيه حاجز في النص يعني دلوقتي لو حد ما بيقدرش يتكلم انجليزي وعربي يقدر يتكلم الياباني بمنتهى التلاقة معقولة الكتاب بيبدأ مجرد بس مطلوب أن هو يبقى حافظ الأبجادية البسيطة خالص اللي هي الهيراجانة الهيراجانة دي 46 حرف عاملة كده زي بذلطنا بيكون بنكتب الأبجادية العربية وصلتها يعني؟ كتابتها يعني هي طبعا مش بسيطة أوي زي الألف بهته بتاعتنا طبعا ولكن بطريقة هي الياباني دايما في تعليمه بيشتغل بشكل تدريجي يعني أنا لو أخدت كل يوم خمس حروف أنا على مدار عشر تيام أنا أتقنت الحروف وأدري أبتدي بكتابي كتابي بدأ من أول اليابان اللي اسمها يابان طب هي ليه يابان وجابان ونيهوم ونيبون الأسامي دي كلها جات منين وأوقات كمان بتقال على اليابان الواقواء حركة عارفة يا الواقواء أصلا هو كان في رحالة رحالة ده من ضمن يعني ابن بطوضة الدول اللي كان بيروحها راح اليابان فهو بيسأل الياباني بيقول له هو اسم الدولة بتاعتك إيه وقتها كان لسه اليابان بيقول عنها أن ده وطني بلادي يعني فكلمة بلادي أو وطني بالياباني يعني وقوكو وقوكو؟ وقوكو خلوة تسالة على بكرة جدا ويعني أنا وقوكو يعني بلاد فكأنها بلادي بتاعتي وحسس بالانتماء حتى وهو بيقولها والياباني طبعا أنه بيكرر الكلمة أكتر من مرة على مسامع الشخص القدام عشان يتطمن أنه هو سمعها فردد هول مرتين فقال له وقوكو وقوكو بلادي بلادي فأنا قالها رحالة بن بطوضة أن أنا زورت بلاد الواقواء من هنا انتشار بقى بلاد الواقواء وبقيت اليابان من ضمن مصاماتها واقواء طيب هي أصل ليه اسمها نيهون ونيبون أو جات منين سر التسمية دي وبعد كده تنقلت لجابان في الإنجلش ويابان عندنا في مصر أو في الدول العربية يعني اللي سمى اليابان الصين لأن الصين بتقع شرق اليابان فبالنسبة له هي كانت مصدر الشمس فكلمة نيهون نيه هي شمس وهون يعني مصدر فبتردت تسميها نيهون ولأن الرموز الصينية اقتبست في اللغة اليابانية يعني من ضمن البعثات التعليمية اللي كانوا بيبعثوها لقوا الرموز دي اللي هي شبه الهلوغريفي عندنا كده هما بيعبروا عن كل حاجة حواليهم في الحياة من خلال الرموز فنقلوا الرموز دي بس ضافوا الطاتش بتاعهم ودي ميزة اليابانيين إنه بيقولك مش عايب أنك تقلت بس عايب أنك تستمر في التقليل لازم تخلي الحاجة بهويتك انت بطبيعتك انت فتدوها التسمية بتاعتهم فبقيت بتتنطق بطريقتين نيهون ونيبون بعد كده اتنقلت نيبون دي بالصيني بتتقال عليها جيبون فجيبون دي جات منها في الإنجلس جابان عشان يحاولوا يسهلوها وعندنا إحنا حرف الجا مش مشهور قوي فاتقلب يا زي جاسمن وياسمين كده اتقلب جابان ويابان ده كده سر التسمية اليابان بنفس العمق اللي احنا قلنا نفس سر التسمية دي وفي نفس الوقت طريقته بسيطة وصلت لنا كل محتوى الكتاب من اول الصفر في الياباني من بعد ما يبقى عارف الحروف ازاي يقول اسمه ازاي يقول انا كويس لحايا ده ما يقدر يتكلم في الفعلات الرسمية حتى مع رئيس الجمهورية كل ده مكتوب بالعربي عزيم جدا طبعا انا عايز اعرف برضو منك ايه الفرق بين الياباني والصيني هل فيه فرق فعلا كبير هل فيه الحروف كمان ولا اه هقول لحضرتك بالنسبة للنطق طبعا الفرق مختلف تماما بالنسبة للحروف نفسها الحروف في الصين بتكتب رموز بيسموها خانس واحنا اخدناها من عندهم الرموز دي اشبه بالهيلوغريفي كده يعني هي رسمة رسمة معنى حتى لو انا مش عارف نطقها ايه فانا مجرد معيني بتشوفها انا بفهم ده طائر ده شجرة ده انسان فببتدي اكون معنى الجملة من خلال معاني رموز الياباني ما عملت البعثات التعليمية نقلت الرموز دي بس نقلتها برسوماتها بس ما نقلتهاش بالمعاني ولا بالنطق بتاعها مع الوقت في البداية كان صعب جدا على اليابانيين انهم يكتبوا بالرموز دي لانها مش لغتهم ومعقدة يعني فيها تفاصيل فبتدت الياباني ودي من اهم الحاجات اللي نفسي نقلها برضو هنا في بلادنا بإذن الله البساطة بسطوا الحروف جدا وحولوها لرموز صوتية اللي هي بقول حضرتك عليه 46 حرف الهيراجانة دي فالمجتمع كله بقى بيكتب النساء والشيوخ والاطفال والرجال مع الوقت اليابانيين بيحبوا قوي الاعتزاز ببلدهم فابتدوا يحبوا يميزوا الحاجة اللي مش اصلها يا بايني انها تكتب بطريقة تانية وفي نفس الوقت هم مش عايزين يعقدوا شعبوهم احنا ما صدقنا على اللبناء فبسطوا حروف الهيراجانة شالوا منها شوية يعني تفاصيل بسيطة وعملوا ابجدية تانية سموها الكاتاكانة برضو 46 حرف هم همهم بساط جدا يعني الفرق في طريقة كتابتهم عن ال46 الاوليين حاجة بسيطة خالص بعد ما الشعب خلاص تمام بقى بيقدر يكتب بالأبجديتين دول نسيوا بقى الكنجي يعني هم الكنجي ده اللي دخل من الصين في البداية سابوه علموهم هيراجانة بنكتب بيها الحاجات يابانية للأصل وبعد كده علموهم الكاتاكانة عشان يحسسهم بالانتماء ان دي حاجة يابانية ودي حاجة لأ مع الوقت بتاري يقولوا طيب دي لغة بتكتب بشكل بسيط طب ايه رأيكم نخلي النساء الشيوخ لأطفال يكتبوا بيها أما الرجال الساموراي نبتدي نكتب بالكنجي اللي هو الخنز اللي أخده من الصيني ومن هنا بقى الياباني بيكتب بثلاث طرق في وقت واحد ثلاثة أبجديات مع بعض مع الوقت هو أنا ما بجيش أحفظهم مرة واحدة الكنجي طبعا رسوماته كتيرة جدا حارك عارفة مثلا في الهيلوغريفي أكتر من 500 حرف الكنجي أو الرموز الصيني في اللغة اليابانية ممكن توصل مثلا لعشر تلاف أو تلاتاشر ألف أنا مش مطالب إن أنا أحفظهم كلهم أبدا مطالب بس طالب الجامعة بيتخرج بحوالي ألفين حرف على مدار أربعة سنين يعني تقريبا في الترمي بيحفظهم حوالي 250 متقسمين فهو بيعلمنا حاجة في الدراسة التدريج والاستمرارية عارفة حضرتك الستنبلتي إحنا عندنا استمرارية يعني أنا كل يوم لو هذاكر خمس حروف بس أنا بذاكر كل يوم فببقى مؤهل إن أنا يوميا عندي حاجة بتتعمل طيب عايزين كمان حضرتك تعرفين إيه هو كتاب التوكاتسو كتاب التوكاتسو كتاب التوكاتسو انتشر عندنا في المدارس هو يعني إيه كلمة الأول توكاتسو ده اختصار لكلمتين في اللغة اليابانية هي توكوبتسو كاتس دو توكوبتسو يعني خاص وكاتس دو يعني أنشطة هي أنشطة خاصة وهقول حركة هي دخلت اليابان الأول إمتى وإزاي قبل ما تدخل عندنا وليه يعني هتأثر هي في الأول دخلت اليابان سنة 1947 وكانت هي بيقولوا عليه منهج بلا منهج ومنهج بيتدرس في المدارس برضو ملوش كتاب طب هو ازاي هو منهج تعليمي بلا منهج دراسي فهما لما ابتدوا في اليابان سنة 1947 ابتدوا بأنشطة بتعتمد بشكل أساسي على الطلاب اهتماماتهم ايه ايه تفكيرهم موهبهم مثلا بالضبط بقوا يسمعهم كل طفل انت بتحب ايه وبتعرف تعمله ازاي يعني بقيت فيه حصة في المدرسة بالضبط حتى كانوا بيسموها إلى أنشطة اللامنهجية هي مش منهج هي عبارة اننا بتعرف على الطفل ده الطفل ده كنز على فكرة مهاراته ايه مثلا كل حاجة مهاراته وفكره لما بيشوف مشكلة بيتعامل معها ازاي حتى هي في الاول ما كانش لها اسم الأنشطة الخاصة مع الوقت بتدت تطور وبتدت تخش كمان هاج يعني اساسي ضمن المناهج اللي بتدرس الدراسية العادية مع الدراسات مع العربي مع الرياضة وهكذا ابتدت يخش التقاط المادة اساسية وهي بتعتمد بشكل رئيسي على ان احنا نعمل ترابط بين المجتمع كله ونغير فكرة للطفل ده من هو صغير من اول الكيجي ان هو مشارك اه طبعا اول حاجة بنعلمها له في التوكاتسو ان انت مشارك في نجاحك وفي نفس الوقت انت مشارك مع ماما وبابا في البيت ومشارك هنا في المدرسة يعني مثلا الحصة بتاعتنا لما بتدق في المدرسة مش بيقولوا مش المس مثلا اول مستر بيدخل ويبتدري الحصة يعني هو بيقول يلا بينا نبدأها فيلا بينا انت معايا انا وانت هنبدأها وهم مثلا بياخدوا استراحة يلا بينا هناخد استراحة يلا بينا هننهيها فبيبتدري يحسسوا ان انت معايا انت مشارك ده كمصطلحات بنيجي بقى كطريقة اداء او تنفيذ جوه الحصة نفسها الطالب او الطفل ده بيعلموه من خلال الانشطة من خلال اللعب بتعلموه من خلال اللعب يعني بيعملوه مثلا العاب ويبتدري يشوفه هو وسط الجماعة عامل ايه طب هو متعاون طب خجول طب بيحب هو اللي يظهر طب بيقبل الفكرة الاخر ولا لأ وبيبتدوا يعملو تعديل للسلوك من خلال الانشطة ده بالنسبة للسن الصغير السن الكبير اللي هو سن الرودة مثلا او الكيجي السن الاكبر شوال مرحلة للتدقية يبتدري ياخدوا رأيه انت ايه المشكلة اكتر مشكلة مثلا في الشارع عندك انت شايف تتحل ازاي وتتحل ازاي في حدود الامكانيات اللي موجودة فده اللي بيعملو كتابي فابتدين اول مشكلة نواجهها كلمة آسف وشكرا وده الباب التاني الباب الاولاني بيتكلم فيه عن يعني ايه توقاتسو وظاهر ازاي في اليابان و ايه نوعية الانشطة و المراحل العمرية بتاعتها بنتعامل معها ازاي الباب التاني جينا عند كلمة آسف وشكرا ابتدنا نتكلم ان دي مش كلمات لا بنسمعها ولا بنقولها بنشوفها لازم اشوفها يعني مثلا هو فيه اوقات بيقولك ما ينفعش تقولي آسف في موقف معايا لان وقتها انا ما بكونش بعتزل للشخص انا بكون بزيلي الاساءة لي زي ايه مثلا شخص من غير مقصود بزيات في المراحل اللي هي الابتداية او كده انا دايقته بكلمة كلمة جرحته يعني فلو انا جيت قلت له آسف على فكرة ان انا قلت لك كذا فانا جددت الجرح تاني انا زعلته وقتها بيعمل موقف تاني يمدح فيه الشخص ده في نقطة هو كويس فيها يعني مثلا انا اديت منه في موقف فلاني فقلت له الكلمة اللي جرحته او زعلته ده وهي في الموقف حقيقية فانا لو جيت عادت له وقلت له انا اعتزلت لهش انا اعتزلت لهش بالزبط بس ممكن نصلحها بطريقة تانية بصلحها بموقف تاني الموقف ده موقف حلو فهو كل ما يجي يفتكر الموقف الحلو هيغطي على الموقف الوحش فكده يبقى انا ما سبت لهش اثر سلبي او كده تزبط وهو حتى كمان هنا بيعلمنا الفرق بين العزر والاعتزار والاهم ايه الاهم ان انا اقول العزر الاول ولا الاعتزار الاول ايه بقى طيب هي على حسب الموقف انا دلوقتي لو انا مهم عندي جدا جدا الشخص اللي قدامي فهيبقى مهم اعتزار قبل ما اقول العزر دايما العزر تبرير فانا في الاول بقول له ااسف بالطريقة اللي مناسبة للموقف وهنا بيشرح لي كل الطرق امتى اقول ااسف اقولها ازاي امتى ما اقولهاش امتى تدي اثر عكسي فانا الاول بقول له الاعتزار بحتويه بعرفه ان انت مهم عندي وبعدين هقولك انا عملت الموقف ده ليه وبعدين العزر طيب معكوسة انا في موقف حاسس ان انا لا انا حابب ان انا برر ولا انا فعلا ما اخطقتش وكذا وقتها بقول العزر الاول بقول الاكسكيوز بتاعي ايه لا انا اتحطيت مش عشان انا الشخصية اللي انتوا اعتقدتوها انا بقول كذا 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 وبعدين بعتذر وفي الاخر الاتنين اساسي العزر والاعتذار بس المهم على حسب الموقف بالضبط الطريقة والترتيب طيب الكتابين بقى دول عايزين اعرف اخدوا منك وقت قد ايه عشان تطرحيهم كمان في الاسواق وكمان في المعرض هو فيه بس هستأذن حضرتك بابي هنا مهم جدا هو باب حل مشكلة الكسافة العددية في المدارسة الحكومية باقل ميزانية ودي كان اهم معك طيب احنا نجيوا بعض سؤال طيب احنا نرجع نشوف يعني ابرز الحاجات اللي انتي حابة تقوليها في الكتاب كمان تسلم يا رب طيب الكتاب الاوليني اللي هو تعليم اللغة اليابانية من الصفر ده اخد معي ثلاث سنين ونص كان ابحاث على طلاب بيقابلوا صعوبات في تعلم اللغة اليابانية ومنهم اللي كان يقسه كان هيسيب المجال خالص وهيدرس اي حاجة تانية فابترد يتعود معيهم مرات بنشرح مرات بنحكي كصحاب مراحلهم العمرية مختلفة في من اول الاطفال مثلا عمر 11 سنة لحد طلاب جامعيين وعرب على اختلاف جنسياتهم مقيمين في اليابان ابتديت اشوف كل واحد فيهم عنده المشكلة ايانية اول سؤال بس اقاله لأي حد هتعامل معي في دراسة اللغة اليابانية اللي بتحبوا فيها اللي ما بتحبوش اللي بتلاقيه صعب ليه طيب انت بتذكرها في وقتها قد ايه طيب اللي بتذكره وبعد ما بتذكره بتلاقيه نفسك نسيته اللي انت مجبر انك تذكره عشان هو جزء من الياباني بس مش حبه بتحليل كل المشاكل اللي كانت بتقابلني دي بتاريت احاول علاجها وحلها في الكتاب في ناس مش حبه الرسومات اللي هي اللي شبه الهلوغريف اللي هي الكنجي حاسيني انه صعب وبيتير بسرعة البديل لها ايه بقى لقيت لها اكتر من طريقة الحمد لله في حاجة اسمها كانجي قادو يعني كروت للرسومات دي بحيث انه هو يفضل يشوفها قدام عينه باستمرار فمع التكرار هي تاخد شوية وقت بالضبط هي تثبت في المخ بس الميزة انه ما بيحسش بملد هي اهم حاجة في الدراسة ما تبقى اصعبه او ما يستصعبه حتى على الان في البداية اهم حاجة في الدراسة علشان تبقى مستمر انها تكون ممتعة طبعا فعشان يوصل لمرحلة الامتاع وفي نفس الوقت ما يحسش دايما انه مجبر ماسك ورق وقلم وعمل يكتب فانا بعمل تغذية بصرية لعينه من غير ما ياخد باله وفي نفس الوقت مش في وقت الدراسة وهو في الطريق وهو مثلا بين محاضرة ومحاضرة واحنا في فوصحة بره مثلا وزهقت بدل ما يفضل ماسك الشاشات والموبايل بتكلم حتى على سن من اول 11 سنة يقدر يشتغل بالكتاب او 10 سنوات على حسب هو داخل المرحلة التعليمية امتا مجرد نبتل يفهم يعني ايه جملة اسمية يعني ايه صفة يعني ايه موصوف يعني ايه كده يقدر يتعامل بالكتاب لوحده يعني الاطفال الحمد لله في اقبال الاطفال على تعليم اللغة اليابانية بالذات بعد الانما هو مساهل علينا القصة جدا فهم قردوا بيسمعوا كلمات ياباني وبيتكلموا كمان وبيغنوا الاغاني اللي هي التتريت مثلا بتاعت الكارتون اللي بتعرض على قنوات الاطفال فالدنيا بالنسبة لهم بتبقى محببة هم حبينها اكيد طبعا عالجنيها بطريقة تانية كمان غير الكروت دي عملت حاجة اسمها مطوية الكنجي جبت ورقة ايه فرعة دي خالص وطبقتها ثلاث تطبقات كأنها عاملة زي البامفلت كده وحطيت في كل جزء فيهم حاجة واحدة عن الرسمة دي في صفحة فيها الرسمة صفحة فيها وراء يعني تانية فيهم يعني بالزبط القراءة والتانية التالتة فيها المعنى عشان عين الشخص تشوف نفس الكلمة ثلاث مرات فتتحفظ بالزبط تتحفظ ولو تناس فيها اي حاجة هتتنسي حاجة واحدة بس يهينسى المعنى بس هيبقى فاكر القراءة والشكل فهيعرف يرسمه ويعرف يجيب معناه يهينسى القراءة بس هيبقى فاكر الرسمة بمعناها مش هتبقى الخسارة كاملة فمش هيبقى مدايق وحس ان مجهوده ضغط وفي نفس الوقت خفيفة يقدر يتحرك بيها بانوتة في شنطتها وولد مطبقها في جيبه ويرقمها بقى كل يوم يغير الورقة فهيبتري يحفظ كاما اكبر عزيزة ميزة الحروف دي كمان انها بتعلم الدقة لان الفروق ما بين كلمة والتانية ممكن تكون شرطة نقطة فبعد كده بيبقى شخص تحليلي ونظرته ودقيقة طيب انا برضو عايزة اتكلم معيك طبعا حضريك متعمقة جدا يعني انا بدأ من كلام حضريك كمان معي فعايزة اعرف حبك للغة اليابانية ليه وكمان حضريك كنتي عايشة هناك كمان وخصوصا كمان ان انتي برضو عملتي كتابين وعايزة برضو ان يعني ان هنا برضو الكتب تنتشر والاطفال يتعلموا اللغة اليابانية فعايزين انتعرف من حضريك تجربتك في اليابان كمان كانت ايه بوسي انا دراستي اصلا كانت ياباني انا كنت اداب جامعة القاهرة في سنة ثالثة اترشحت للصفر منح دراسة منح تفاق دراسي في اليابان قعدت سنة كاملة هناك في الوقت ده طبعا كان بالنسبة لنا يمكن سنة تبان قليلة بس الجيل بتاعي انا دفعة 2007 فالجيل بتاعي كان يعني شوية فكرنا كان ان احنا لازم يعني نتقن الحاجة قوي اللي احنا بدنا عملها يعني مش مشكلة انا مسافر يوم او مسافر سنة او مسافر عشر سنين مهم ان انا اعمل اقصى كما ممكن من الاستفادة خلال الفترة اللي موجود فيها والاستفادة مش المقصود بيها ان انا اذاكر كتب او اعرف ما الكتب موجودة في كل دول العالم حتى عندنا هنا الاستفادة ان احتك بالمجتمع وافهم ثقافته وزور اكبر قدر ممكن من اليابان نفسها اروح توكيو اروح وقايدو اروح سفورو يعني كيوتو نارا يعني ابتدي اعرف الثقافة نفسها من خلال اتعايش مع الشعب الياباني في اماكن مختلفة جوال اليابان فالحمد رب العالمين يعني ربنا قدرني ان اعمل ده اتشفت ايه بقى افتا جروبتك هناك يعني النظام سيد ابتريت الاحظ حاجات حللتها بعد اما رجعت بعدها بسنين يعني انا وقتها شفت النظام شفت الناس ملتزمة جدا بدون وجود رقيب ودي كان حاجة مخلياني مستغربة جدا لدرجة ان اشارات المرور حتى لو الطريق فاضي بالليل فالناس بتفضل وقفة على الرصيف مش بتعدي مع ان ما فيش عربيات مش محتاجين حد يوجيهم اصلا خالص وملتزمين جدا هو بيدوس حتى على زرار في الاشارة يوقف ان ما فيش عربيات بتعدي هو بيعدي في حين انا لو عديت عادي بس هو عندهم الالتزام حياة كل واحد بيعمل يعني بجد عشان اليابان ومش مهم هو يقول حضرتك اسمه مثلا انا سوزكي انا تنقى انا معيومي لا خالص هو بيقولك انا يباني وحتى مش بيقولها هو بيعملها هو بيوريهاني فحاسيت ان انا وسط مجتمع منظم امان جدا بيحترمه جدا جدا اختلاف الثقافات واختلاف الشعوب واختلاف الديانات مهما كان السن صغير فهو بياخد احترامه كأنه كبير مسواة كلنا بنتعمل نفس المعاملة نفس السوبر ماركت اللي انا بدخله هو نفس السوبر ماركت اللي بيدخله رئيس الوزراء هو نفس كل الايتمز اللي بناخدها واحدة نفس الكواليتي نفس الجودة نفس كل حاجة فده خلاني افكر طب السبب ايه هل السبب مثلا هم اغنية قوي فهم مش محتاجين ان هم مثلا يقللوا الجودة يعملوا كده بس مع الوقت اكتشفت انه حتى لو اليابانيين مستوهم المعيشي اعلى بكتير بس هم عندهم كوارث بايه يعني اه فظيعة ممكن تدمر كل حاجة فجأة ده بتشيل مدن يعني فيه في مرة اعلامي كان بيتكلم بعد وكان لسه حتى اول السنة دي كان فيه احصار وكان فيه زلزال عمل تدمير رغيب ده حقيقة قبل كده كان فيه موزيع كان بيقول في 2011 دي كانت كارثة كبيرة في اليابان كان بيقول هنا كان فيه مدينة مدينة بالكامل بطلعتها الارض فيعني هم متعودين على الكوارث اللي بتيجي تشيل كل حاجة مع ذلك هم متعودين على ان يعني استمرارية السعي واستمرارية ان احنا نعمل عادي ايه يعني ايه يعني لما يجي مثلا تصرب شعاية فكشيما يبدأوا من جديد دايما من عادي ما فيش مشكلة وهقول لحضرتك يعني اما عادت حاول ادور اعرف السبب ورا ده ايه فلقيته التعليم واسبتلي الكلام ده بعدها بعد ما وصلت المرحلة ان التعليم هو الاساس لقيت كان فيه صورة في ناجا ساكي اللي هي هيروشيما وناجا ساكي وحضرتك عارفة بقى ان يعني الكمبيلة سيحتهم اصلا وهما سايبين مبنى هناك مسمينينه مبنى الحدث جنبا نوتا تيمونو ده علشان يبقى يعني دايما شاهد على الحدث اللي حصل يعني هو وسط كل ده هما سايبينه عشان يقولك ان مهما مريت بصعوبات فانت تقدر تبدأ طبعا مش مش مستحيل اكيد طبعا طبعا اخيرا عايزين نعرف من حضرتك المحتوى اللي بتقدمي على السوشيال ميديا واهم كمان الاستفسارات اللي بتجيلك من المتابعين اسلام يا رب طيب اهم حاجة بتيجي يعني اكترها بيبقى عن اهمية تعليم الياباني في فورة الشغل بالشغل بالياباني في مصر ولا لأ طيب انا لو اتعلمت الياباني هيضيف لي ايه وهيختلف ايه عن لغات تانية كتير ليه توكاتسو بقى بقى داخل في المدارس المصرية اليابانية بقى له ثلاث سنين وليه ليه ملوش كتاب ده اللي خلالني اعمل الكتاب بالعرب يقول عليه طيب هو توكاتسو دايم فهيطبق اصلا في المدارس عندنا لان هو كله بيتخيل جي اليابان كوكب اليابان فمعقولة كوكب اليابان منهاجه جيه عندنا هو المنهة كله بيعتمد على الاطفال هو اصلا احنا يعني مستقبل البلد دايما في الجيل بتاع في شبابها في اطفالها فاحنا بنزبط الناشئ من صغره انه يبتري يتعود على الاختلاف يتحط في مواقف بيخلي المدرسة كأنها بمثابة مجتمع مويزي فهو كل اللي هيشوفه في المجتمع هو بيشوفه جواه في المدرسة بلاص حاجة انه جينا في الكتاب بتاع توكاتسو عملنا ست حلول ميسطرة او ست مقترحات لحلول ميسطرة لحل مشكلة الكسافة العددية باقل ميزانية ممكنة ده متاح طبعا للمتخصصين في المجال التعليم انهم يستعينوا بيهم في التطبيق العملي او حتى يعملوا تطوير عليهم وينفزوهم باذن الله طيب ممكن طبعا احنا سعداء بوجودك معنا بس عايزين تختملنا الفكرة بالياباني طبعا يعني احنا بنشكر حضرتك جدا استاذ ايمان رفعت معلمة لغة يابانية وعايزين حضرتك تختملنا الفكرة باللغة اليابانية شكرا لحضرتك على استضافتي نهاردة في برنامج شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك وشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع لكم مع تاني فكرة واخر فكرة في برنامجنا صباح الورد شكرا لحضرتك على اشتركوا في القناة شكرا لحضرتك على اشتركوا في القناة